وخليه أبدأ بأحمد سابت ولكن أبدأ بنادي الأهلي وبعد كده نتكلم عن المنتخب أحمد سابت نادي الأهلي تاني أكتر نادي يتواجد منه لعبين في هذه البطولة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم البطولة طبعا بالتأكيد نتمنى التوفيل منتخب مصر إن شاء الله إنه هو يقدر يحقق البطولة بإذن الله نتكلم الأول على هنعمل ما جاء النهاردة إن شاء الله هنستعرض كل الأندية وأبرز اللعيبة وأبرز النجوم وأبرز المدربين فهنبدأ أن النادي الأهلي هو تاني أكتر نادي اليوم ويوم موكا ياد مشقي عارف الموضوع ده أولا أنت بالشباب الصغير اللي ما تركتش عنه سوصل على الدين طيب طبعا النادي الأهلي تاني أكتر نادي هنستعرض الأندية اللي موجودة في كاس الأمم اللي تم اختيار منها لعبين أكتر نادي تم اختيار منه لعبين في البطولة سانداونز الجنوب أفريكي تم اختيار منه 11 لعب النادي الأهلي تاني نادي تاني أكتر نادي تم اختيار منه 10 لعبين بعد كده بيرامدز 9 لعبين بعد كده مارسيليا الفرنسي تم اختيار منه 7 لعبين مارسيليا الفرنسي ينجي أفريكنز التنزاني 7 لعبين برضو نوتنجهام فورست الإنجليزي 6 لعبين أورلاندو بايرتس الجنوب أفريكي 6 لعبين وسيمبا التنزاني 6 لعبين مناكو الفرنسي 5 لعبين لوريان الفرنسي خمس لعبين مومبليا الفرنسي خمس لعبين نلاحظ أن الكرة الافريقية والدور الفرنسي هو الاكتر هذا أيضا بيأكد أن فيه اللعيبة طبعا عشان كرة افريقيا فالانديال الأبرز في كرة افريقيا النادي الهلي والنادي سانداونز اللي بيتم اختيار منهم لعبين وبرضه عشان اللعب الافريكي بيتكلم فرنساوي فالاحتراف في الدور الفرنسي اكتر اللغة بتفرق فعشان كده في الأندية الفرنسية مثلا لو استعرضنا حتى الجدول معنا اللي هو النادي الأهلي تاني أكتر نادي بيتواجد منه لعبين حالي أن يمكن الأندية الفرنسية موجودة أولمبيك مارسيليا موناكو الفرنسي لوريان الفرنسي مومبيليا الفرنسي كل دول متواجدين فده يعني ده رقم كويس برضو للنادي الأهلي أن أنت بيتواجد عندك في المحافل الدولية واللعيبة الدولية إنه يحسب للنادي الأهل إن أنت عندك عشر لعيبة دوليين غير أحمد نبيل كوكا اللي تصاب يعني كانوا هيبقوا 11 لعب موجودين في كاس الأم الأفريقية دي حاجة تحسب للنادي الأهل إنه لعبته لعيبة دولية بتشارك في محفل كاس الأم بتاخد الخبرات بتاعت المنتخب دي حاجة بتديه خبرات يعني الحاجة التانية الدور المصري الدور المصري هو تاني أكتر دوري تم اختيار منه لعيبة أول دوري دوري جنوب أفريقيا دوري جنوب أفريقيا تم اختيار منه 32 لعب الدور المصري اختار منه 28 لعب الدور التنزاني 20 لعب الدور التونسي والموزنبيكي عشر لعيبة دول أكتر الدوريات الأفريقية اللي تم اختيار منهم لعيبة في الكاند برضو نلاحظ عشان سيطارة سانداونز وسيطارة النادي الأهلي وبرامدز على الأكثر في الأكثر أندية فعشان كده هنلاقي أن دوري جنوب أفريقيا الأول وبعد كده الدوري المصري والدوري التنزاني